راح نعرض استقالة السيد الرئيس مجلس النواب ضرب الإطار التنسيقي تهديدات متشددين فيه بإزاحة الحلوس عن منصبه عرض الحائط عندما صوت أكثرية أعضائه بمن فيهم بودلاء نواب الكتة الصدرية المستقلون على منح ثقة إلى رئيس مجلس النواب لكنه حقق في المقابل كسبا سياسيا مهما بإقصاء خصمه الصدر رسميا ونهائيا واستكمال المشهد النيابي الجديد قدم الإطار التنسيقي مرشحا كرديا كنائب أول لرئيس المجلس ليحلق بذلك البرلمان بجناحين من القومية الكردية للمرة الأولى في تاريخه المحكمة الاتحادية العليا من جانبها ردت الطعن المقدم بعدم صحة استقالة نواب الكتة الصدرية لعدم توفر المصلحة العامة لدى المدعين فقد ألمح رئيسها يوم أمس إلى هذا الاحتمال وبين منح الثقة للحلبوس وانتخاب محسن المندلاوي نائبا أول له وتثبيت بدلاء نواب الكتلة الصدرية تغيرت أركان المشهد السياسي تماما وصار الإدار التنسيقي رسميا هو الكتلة الأكبر بدون أي منافس سياسي ويا له من سيناريو ثم تدروس يمكن الاستفادة منها في قضية التحالفات السياسية ومقتضيات نجاحها الأولى أن التحالفات السياسية لا يمكن أن تكون تحالفات ما لم تكن القرارات فيها جماعية ومدروسة بعناية لكي يتحمل الجميع تابعات أي قرار والثاني أن من يخطئ يتحمل خطأه فالسياسة وإن كانت في جانب منها تعتمد قواعد اللعبة بمهاراتها وفنياتها ومناوراتها لكنها بذاتها ليست لعبة ولقد كانت استقالة النواب الصدريين خطأا كبيرا سيدرس مستقبلا للدلالة على أهمية احترام صوت الناخب واحترام وجود الشركاء وأثبت الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأحداث الأخيرة كما في كل منعطف سياسي مهم أنه يفهم الواقع فهما عميقا وأنه يستجب للمتغيرات السياسية بطريقة عقلانية وليس كرد فعل فعالي أو عاطفي لا يخدم لعملية الديمقراطية ولا أهداف الحزب المشروعة وتطلعات شعبه لقد قاد نائب رئيس مجلس النواب الكردستاني الديمقراطي شاخوان عبدالله جلس بنجاح وحضر النواب عن الحزب استجابة لمقتضيات المصلحة العامة والواجب كما أعلنوا ولكي تستمر عجلة الدولة بالدوران مع التأكيد على أن كل شيء يجب أن يمضي وفق الدستور وأحكامه على أن الحزب وهذا من ثوابته أيضا لن يألو جهدا في مساعيه تقريبا وجهة النظر والمواقف بين مختلف القوى داخل العملية أو خارجها وأبقاء كلمة السلام مفتاحا لحل جميع المشكلات أما التغيير في خارطة التحالفات والمواقع فلا يغير من الثوابت شيئا اشتركوا في القناة